السلام عليكم ورحمة الله الاخوان لباس عليكم عرص جديد ان شاء الله اليوم الاخوان كانت توجدوا في منطقة كتسمى تنفنيت دائما بمدينة خنيفرا الاخوان منطقة تنفنيت قريبة العين قوم الربيع سبعة كيلومتر يعني الاخوان الطريق المؤدية لسوخس ديال عين قوم الربيع كتددوا على تنفنيت من بعد عين قوم الربيع الاخوان الموقع اللي عدنا قريبا لما الأقلمام أزيزة لولاك ديال أقلمام أزيزة وربعة عشر كيلومتر قريب العين قوم الربيع سبعة كيلومتر والماسافة الاخوان اللي بالعرض ديالنو مدينة خنيفرا 24 كيلومتر يعني موقع استراتيجي وموقع سياحي الاخوان بامتياز اليوم عدنا هكتار ونصف محفظ تيترفونسي معروض للبيع بالنسبة الاخوان للتو كاين لما ما شاء الله كاين والعرض ديالنو مشاهدنا الكرام لفصد علواد مباشرة واحد لفصد تانية عالطريق قودرون طريق رئيسية اللي كتدخل للبيلاج ديالنفنيت الاخوان عرض خاص بالنسبة للناس اللي بغاد دير مشاريع سياحية مدينة خنيفرا والحمد لله خنيفرا الاخوان والتي كتعرف يعني اقبال كبير من الناس من داخل الوطن وخارج الوطن ولموناخ ديرها الاخوان زوين لجووا فيها زوين ومنطقة طبيعية يعني فيها الطبيعة وفيها الغابات وكتتمتزى الاخوان بالمياه الجو فيها وكذلك المياه السطحية موقعها الاخوان استراتيجي موقع سياحي هكتار ونصف محفظ بالنسبة للناس الاخوان اللي عندها مع مشاريع سياحية الوطيلات لزو بيرج لبنغالو وما الى ذلك مشاهدين الكرام لابورن ديل تحفيد هي هذه خطموا السقيم الاخوان حتى الجناب وضعهم الربيع ده هو الحد الاول بالنسبة لاخوان تمانية ديل الامطار اللي محسوبة على الحوض المائي من الود تمانية ديل الامطار من وبعدها الاخوان كلقوا لابورن ديل تحفيد خطموا السقيم حتى البورنية التانية ومن وبعدها الاخوان انا بدأوا بهذه الطيرس ان شاء الله يعني هذة لفاصة الاخوان صالحة للبناء وشاهدين الكرام لدينا واحد لا تيراس هنا بالنسبة للبناء والمدخل الرئيسي للعرض دينا هو هذا هذه واحد لا تيراس الاخوان كبيرة يعني بالنسبة اللي بغي يبني فيها وبالنسبة لهذا الغابة دي البلوطة الاخوان شدة في العرض دينا وهذا لا تيراس بالنسبة للبناء يعني واحده بيرج والله واحده طيل لبنغالو لسويت يعني بزاف دي الحويج وهذا هو المدخل الاخوان بالنسبة لا تيراس الكبيرة وبالنسبة للإخوان القنطرة القنطرة اللي قطعة على الواد من اجزة نفس السيارة هي هادي الإخوان القنطرة من اجزة نفس السيارة عاشتوها أمامكم ده بعد نكملوها الإخوان هنا كانت تمشى باش تخرجوا في الطريق الرئيسية اللي كانت دخل الفيلاج دي الفنيس طريق بودرون بالنسبة للإخوان اللفاصات هادي واحد البيست البيست اللي شد الحدود ما بالأرض وما بين الإخوان وضعهم الربيع يعني من هادي البيست الفوق الإخوان هو الهكتر ونصف وبالنسبة للفاصات الإخوان لشدة للتتمة دي العرضي الناع إن شاء الله هذه هي لفاصات معاش كانت تمشى مشاهدين يا كرام هادي هي لفاصات لتتمة دي الهكتر ونصف يعني باقينا الإخوان داخلين في الهكتر ونصف ده بغا ندوز مشاهدين يا كرام بلاتيرا ستانيا يعني واحد المساحة الإخوان صالحة لبناء التاية بالنسبة للفاصات الإخوان أيها غاديها مع الطريق مع الطريق وضايرة حتى البيست يعني الإخوان المدخل الرئيسي الهكتر ونصف مع البودرون هو هذا في واحد لطيراس كبيرة من بعد الإخوان كانت تقلو البلاسة عالية شوية اللي فيها لفي وفيها لطيراس الثانية هذا هو الحد دي الهكتر ونصف دائما على البست دائما على الطريق معبدة حتى التتمة مشاهدين يا كرام بالنسبة للمدخل الرئيسي بدينا من هنا عفوا هنا واحد لطيراس كبيرة بتكلمنا عليها صالحة لبناء ولفاصة دي البلاد دائما على القدرون ضايرة ضايرة الإخوان شدة على القدرون وهذه واحدة المساحة لإخوان صالحة لبناء كذلك يعني فيها لطيراس لإخوان بالنسبة للمدخل الرئيسي الهكتر ونصف شدة على القدرون وهذه البست الإخوان هي الحدود لبناء وبناء وضع مرديع من هذا اللفاص وبنسبة لإخوان البداية دي الفيديو غادي الأرض حتى الجنب الود هذه البست عموم يا الإخوان غادي تزغدرون إن شاء الله هادي لطيراس للي جت في المدخل لطيراس للي جت في المدخل دي العرض ديالنا هي كتر ونصف شدة على القدرون لفصاد يعني المدخل الإخوان على الطريق الرئيسيه لداخل التلفنيتس ولفصل الثانية الإخوان شد على القدرون